علينا نبدأ بالسؤال الأهم لماذا جاءت ثورة الثلاثين من يوميون؟ يعني أعتقد أن هذه الثورة عكست حالة من الوعي داخل الشعب المصري هو لا شك أنه إحنا مرينا منذ العام 2011 بمراحل كثيرة ربما حالة الوعي هي التي أنتجت هذه الثورة للتمرد ولمحاولة التخلص من جماعة كانت تحرد على العنف أو مارست العنف بشكل كبير كان لديها مشكلة حقيقية مع الشعب المصري ولذلك حالة الجدل هل الثورة هي التي أنتجت الوعي أم أن الوعي هو الذي أنتج هذه الثورة المجيدة أعتقد أن الوعي هو الذي أنتج هذه الثورة أعتقد أن حالة الوعي الذي وصل إليها المصريون سوف تكون بمثابة صمام أمان ليس فقط في ذكرى ثورة مرت عليها الآن 11 عاما ولكن إذا حدثت لقدر الله أي مخاطر ربما في المستقبل سوف يقف هذا الشعب لمواجهة هذه المخاطر خاصة وأننا نتحدث عن تنظيمات متطرفة هي أجبه بالخلايا السرطانية التي قد تظهر في أي وقت هي تهدد ولها الأشكال المتعددة في عدد من الدول طبعا بكل تأكيد خاصة ونحن نعيش الآن في حالة من التحولات سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي ربما ينتج حالة أيضا من الفوضى مستقبلا هذه الفوضى قد تنتج تنظيمات متطرفة بعضها قد يكون عابر للحدود والقارات تأتي إلينا داعش من الخارج أو حتى القاعدة أو تكون هناك تنظيمات محلية وإقليمية تهدد أيضا الأمن العربي أو الإقليمي أو حتى المحل لكل مرحلة لها لعبين بكل تأكيد أنا في اعتقادي وفي تقديري ما حدث من حرب مذالت تدور رحاها الآن في شرق أوروبا وهنا أقصد الغازو الروسي لأوكرانيا سوف يؤثر بصورة كبيرة على وجود جماعات العنف والتنظيمات المتطرفة وأيضا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر سوف يكون لها أيضا انعكاس على جماعات العنف وتطرف نحن نتحدث عن حروب وصراعات نشأت في العالم نحن نتحدث منذ عامين حرب ربما تتسع بصورة أكبر ولذلك أغلب التأرير الاستخباراتية قالت أنه منذ عامين وحتى هذه اللحظة نشأ ما يمكن أن نسميه بحركة جهادية في شرق أوروبا استغلت هذه الحركة الجهادية أو التنظيمات المتطرفة ما يجري الآن من حرب وصراع ما بين روسيا من جانب والصين طبعا وهذا ما حضر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكثر من مرة بأن امتداد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من تعصف إسرائيلي وممارسات وحشية تصل إلى حد الجرائم بالطبع يعني من ثم أن تهدد منطقة الشرق الأوسط وتمتد إلى البلدان الأخرى وتصل إلى القارة الأوروبية وغيرها من دول العالم بكل تأكيد الاستقرار سوف يتيح مناخ لمواجهة التنظيمات المتطرفة أما الحروب والصراعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي هو بيئة خصبة لنمو جماعات العنف والتطرف ما يحدث الآن في العالم وفي الإقليم يؤدي إلى عودة داعش من جديد يؤدي إلى تعزيز وجود حركة الإخوان المسلمين بكل مفرداتها ولذلك إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مواجهة الإرهاب وأنا أتشكك في هذا الأمر لأنها تقدم مصالحها السياسية عن مواجهة التحديات الكبرى مثل مواجهة التنظيمات المتطرفة إذا كانت جادة في ذلك فعليها أن تنهي هذه الحروب والصراعات أن تنسحب بصورة أو بأخرى من الحرب التي وضعت ربما بصمتها وماذا لتضع هذه البصمة فيها وهي الحرب الروسية في أوكرانيا وأيضا عليها أن تضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الحرب وإيقافها من أجل هدف أهم وأسمى هو أن هذه الحروب والصراعات كما ذكرت هي تخلق بيئة لجماعات العنف والتطرف هي قضية لها العديد من الأطراف لكن خلينا نتكلم بشكل أكثر وضوح ثورة 30 من يونيو كشفت الوجه الحقيقي عن جماعة الإخوان الإرهابية وكشفت عن زيف المتجرب الدين التي مرستها هذه الجماعة كيف شكلت هذه المعركة وهذا الكشف الذي تم على يد الشعب المصري وبيعي من الشعب المصري أن يكون سمام أمان فيما هو قادم لأي محاولات لبس الشائعات لتضخيم الأزمات لبس السموم من خلال الأخبار المزيفة أو حتى الكتائب الإلكترونية التي تمارس عملها بشكل أو بأخرى يعني أعتقد أن عظمة هذه الصورة أنها لم تواجه فقط تنظيم الإخوان أو أسقطت الإخوان من سدة الحكم أو من السلطة التي ربما تملكوها في هذا الوقت ولكن عظمت هذه الصورة أنها نجحت في تفكيك ما يمكن أن نسميه بالأفكار المؤسسة لهذا التنظيم ولذلك في اعتقادي وفي تقديري أن قوة الإخوان ليس في التنظيم وإنما في الأفكار التي كانت في وقت من الأوقات تبدو أنها جازبة لقطعات كبيرة من الناس يعني كثير من الناس ربما خدعوا بالإخوان ولذلك عندما جاءت الصورة لم تسقط الإخوان فقط وإنما فككت أفكار المؤسسة للإخوان لماذا؟ لأنه إذا سقط الإخوان في وقت من الأوقات وحكم الناس على فسادهم يستطيع الإخوان إعادة المحاولة مرة أخرى وقد ينجعون في ذلك الثورة فعلت ما هو أهم وأكبر من فكرة إسقاط الإخوان بأنها فككت الأفكار المؤسسة للإخوان فبات الإخوان الآن كجسج كبير ممتد ولكنه بلا حراك ترجمة نانسي قنقر